السلام عليكم البنات من التكنوبي خيروا على خير ان شاء الله جيت لكم فيديو جديد بغيت نشرح فيه هاد المجموعة هادي من عند قرية فلان مجموعة نوفاج برايت سوبليم هاد المجموعة هادي اللي متخصصة عندها مميزات اللي هي كتيرة من مميزاتها انها فيها خاصية التبييض زائد انها خاصية شد البشرة هاد المجموعة هادي جات كذلك للناس اللي عندهم الكنف واللي عندهم تصبغات في البشرة هاد المجموعة هادي صالحة لجميع انواع البشرة والعمر والسن من 25 فما فوق شحال هادي كانوا دايرين كانت كتجيب ستت المنتوجات ستت المنتوجات اللي هي جيل منظيف والمنشط وكريم تحت العينين والصيروم وكريم اللهار وكريم الليل شحال لكن دباجتنا وجمع هاد الكتاب هذا ديالها الشرح ديالها والطريقة ها هي كما كتشوفوا هنا يا لكل انواع البشرة وخمسة وعشرين فما فوق يعني هاد هاد المجموعة هادي خاصة بالناس اللي عندهم بشرة ديالهم اه فيها تصبغات وفيها الكنف وزايد انه محتاجين محتاجين اه لتوحيد لون البشرة وتفتح ديالها وهاد المجموعة هادي الخاصية ديالها زيما صارحة فعالة ومضمونة كما شدوا بان اوريفلام اه كتعتمد في انتاج منتوجات على الطبيعة يعني منتوجاتها كلها طبيعية زيما الصراحة منتوجات في المستوى اه كذلك انه انه هاد المجموعة هادي اه كتتمشى بكثرة خاصة انه اغلب النساء كيكون عندهم في الوجه ديالهم تصبغات وكنف بسبب الشمس كاين اللي كتستعمل الماكياج بطريقة خاطئة كاين اللي كتتعرض للشمس وما كتديرش الحماية ديالها بزاف ديال العواميل اللي كتتخلي البشرة كت اه كي اما كي كتل عليها تسبغات او انها كتتولي اه سمرة اه كيما شدوا كيما قلت لكم هدا هو الكتيب ديالها جاء بالشرح ديال لبرودوي والمسائل ديالها اه كذلك ها هما كيما شدوا اه كتشد البشرة وكتعطيها الاشراقة اه مستخلصة من الخلايا الجدعية النباتية اه لكو عارفين الخلايا الجدعية النباتية اه كتحارب تقدم سين البشرة اه عندها دور فعال في محاربة التجاعد كذلك هنا الشرح ديال كل منتوج كل منتوج على حيدة وصراحة ايها جدرها هنا فهي صحيحة مئة في المئة يعني الفعالية ديالها وخاصة انها تجربت على نساء كثيرات وكذلك احنا راه جربناها ماشي احنا نجربناها لانا نصحنا بها ناس والناس خدموا بها وعطت لهم نتائج اللي هي فعالة جدا هاد المجموعة ها ديالها كتتمشى بكثرة هاد الكليانة ديالي هاد السيدة تلبطها لي ماشي انا اللي جبتها طلبتها لي واحد الكليانة ديالي وقلت قبل ما تاخدها ضروري نضير عليها شي فيديو باش نشرحها بطريقة طريقة الاستعمال ديالها والمنصالحة والصراحة شي مرارها ما كتبقى شوشتو كتسالة كتسالة لانا الاقبال عليها بكثرة خاصة اللي كيكونوا ابنات كيكونوا يخرجوا في الشمس وكي يعني بحكم ظروف العمل ديالهم وبزاف ديال الامور اللي كتخليهم يتعرضوا لاشيعة ديال الشمس فكيحتاجوا انهم يديروا بحال هاد الروتينيات هادو زمان الصراحة الروتينيات اللي كايني في أوريفلام خاصة هادو ديال نوفاج فعالين وإيكولاجين وكاني بزاف ديال الروتينيات اللي كل وحدة كتاخد علا حسب السين ديالها وكنت ديجا هضرت علا شي روتينيات وده بجاة الفرصة اللي اني نزيد نهضر علا هادي لان صراحة فرصة ما غاديش نفوتها ما غاديش تفوت غي هاكا كوصافي ضروري كان خصني ندير عليها فيديو اه كيما قلت ليكم راه هاد هاد المجموعة هذي زمان الصراحة كتشد البشرة وكتحايد الكنف والتصبغات اللي في البشرة هذي خصيصا زايد انها اه تجاعد اللي كيكون تجاعد مبكرة فكتحاربهم لان فيها مئمين فيها تبيض وفيها اه محاربة تجاعد فهادي عرفي بانها هي يعني مجموعة اللي كتكون قوية يعني فيها جوج الحويجات اه هاد المجموعة متكوينة من جيل المنظف كيجي على هاد الشكل هادا جيل منظف وفي نفس الوقت في نفس الوقت منشط يعني بجوج كان منشط كيديرو منشط كيديرو منظف دبالا دبارا كيديرو الجيل بوحديتو مهم جيل منظف وبعد ان شاء الله هاد نشرح كل واحد على حيدا اه كريم منطقة العينين كيجي على هاد الشكل هادا وهاد المنظف ره رغاوي رغاوي كي مشطو يعني منه وهاد الكريمة ديال تحت العينين كي مشطو كيجي على هاد الشكل هادا وصراحة شاعد نقول لكم كان فكر كان فكر انني نجيب بحل هاد هاد الكريمة ديال تحت العينين وبعد عدين ستها وكاين السيروم السيروم كيجي على هاد الشكل السيروم ديال هزا ما صراحة تهوارا فعال ارا كيديرين هاد الشرومات يعني الشرح ديال هوم والمنصع الحين وبزاف ديال الامور وكاين هاد الكريمة ديال الليل جاي على هاد الشكل وكاين الكريمة ديال النهار جاي على هاد الشكل هادا يعني شوفوا الامورة الجهلة كيف يجدير كدتفتح كدتشي على هاد الشكل مهم اه كي مشطوك هاد الكريمة ديال الليل وفيها فيها الحماية اس بي اف عشرين مهم ما غاديشنا نخرق المراحل كيما كي يقولوا غادي نحاول نهضر على كل الحاجة آآ كون حاجة على حيدا المهم غادي نبدي لكم ان شاء الله بآه بجيل المنطيف جيل منطيف جيما شتوك كيي يجي على هاد الشكل هادا شوف المونطف كيي يجي على هاد الشكل هاد المنطيف كي ينطف بعمق وكي حيد الشوائب بما في ذلك كذلك الماكياج كيرطب البشرة كيخلي البشرة كتعطي لحد ظروف مثالية وملائمة لامتصاص السيروم ولامتصاص الكريمات سواء الكريم الليل او كريم النهار وكيينعش البشرة لان فيه خاصية انه فيه منشط جيل ومنشط في نفس الوقت اثنان في واحد يعني فيه منظف ومنشط في نفس الوقت كريم منطقة العينين هو هذا كريم منطقة العينين كي ماشتوها هو كي يجي لهاد الشكل استسمح عرفتو شنو عندي رولتحت عيني عندي ما ندير لك يا حبيبتي يا كليانة ديالي العزيزة اصلا هاد الكليانة هذه ديالي ماشي مشكلة لامشح ايلا مشا حتى اضفل واحد شوية حبيبتي اه تواصل معايا تشوف الفيديو ديالي ادوز عندي الخاص ولي مشيح شو مالك اختي حولي مشيح شو مالك ايوا ما مشاش ما مشاش بشي بلاسة او اللار هدرت وح عيني ايه اههه الله العظيم ايلا جالي هادك هادك شوية جاني تحت عيني نيشان يو لما نضيع الوقت موه منا هضر على الكريمة ديال تحت العينين كريمة تحت العينين كريمة اللي كتفتح منطقة العينين وكتعطيها واحد شد للعين بشكل ملحوظ يعني سيمانها كتبدت بالنتائج ديالها كذلك أنها كتنقص لانتفاخات اللي كتكون تحت العينين من هالات السوداء كان بزاف اللي كيعاني من قضية الهالات السوداء إن شاء الله شيء من رغض نهضر معاه في فيديو خاص نهضر على الهالات السوداء وعليش كي تطلعو وكيفاش وبزاف ديالأمور مهم الهالات السوداء هادي عندها مميزة أنها كتحايد الهالات السوداء وكتنقصهم كتناعم الخطوط والتجاعد اللي كيكونوا تحت العينين جاي بهاد الشكل هادي يعني إن الأغلبية اللي كيتقدها المجموعة راكي يخدم بها تقريبا شي 6 شهور كيلي كي السيروم راكي يتسالي لهم كيبقى لهم دوك الحويجات الخرين كيبديو يخدموا خاصة لأنك تكون البشرة ما كتديش شي كريمات بزاف يتحطو على البشرة يعني كلها وحدة وكيفاش كتتتتتعمل هاد هاد الروتينية هادو نمشي وعند السيروم اللي كيجي على هاد الشكل هادا في هاد هاد اللعبة هاكا كتجي بحال كتكليكو هناك يبقى يخرج عالتاني تي واش نجربو لما نجربوش نغلطو المهم نخليو هاكا المهم السيروم كيجي على هاد الشكل هادا السيروم كيفتح ويوحيد لون البشرة يقلص التجاعد كيخلي البشرة كتفتح وكتعطي لون موحد كذلك يقشر البشرة وكيسمح للخلايا الجديدة تكون صحية وجيدة يعني كتخلي الخلايا الجديدة كتكون صحية بفعل المكونات اللي كينين فيه وبالنسبة نمشي وعندي كريم النهار كريم النهار كيجي على هاد الشكل هادا كريم مفتحته وكيفتح اللون ديال البشرة فيه SPF 20 كيعطي النعومة والاشرقة للبشرة واثبتت الفعالية ديالو على انها كتفتح وتوحد لون البشرة كتقلص البوقع الداكينة وكتنعم الخطوط والتجاعد كتحمي أيضا على كتحمي ضد أشعة الشمس فوق البنفسجية لأنها فيها SPF 20 ماشي نشوفو حنا SPF 20 أنا نقولوا لا بلا ما نديروا نديروا الحماية ديالنا ما نخرجوا لا أنا كنصح دي ما بالكريم الحماية من أشعة ديال الشمس كون فيها SPF 50 إذا درتوا هادي وخرجتوا ضروري يديروا الحماية ديالكم SPF تكون فيها SPF 50 نمشي وعند كريم الليل كريم الليل المفتح للبشرة وشان يقولكم هذا يعني كيخدم بالليل كيما كنقولو احنا يخدم بالليل أكثرية صراحة أنا من محبي الكريمة ديال الليل لأن الليل اللي كييرتاح كترتاح فيه البشرة كييرتاح فيه دماغنا ومهم بسف ديال أمور اللي كت اللي كت تعطي النتائج جيلها خاصة بالليل هاد الكريم هذا مغدي صمي ما خصيصا أنه يستهدف البقع الدكنة كيما قلت لكم كيفتح البشرة خلال النوم كتساعد الحماية ضد الجذور الحرة المحفزة للميلاين كما اشتوب أن الميلاين هي المسؤولة على البقع الدكنة فهذا فهذا كيساعد الحماية ضد الجذور الحرة المحفزة للميلاين المهم هدهما هدهما هذه المجموعة برودوي برودوي اشرحتهم المهم وميزة اللي هي مهمة مهمة جدا هي أنها هده المجموعة هده فيها صالحة لجميع أنواع البشرة كذلك من 25 عام فما فوق فيها خاصية التضييض وخاصية شد البشرة بزوج يعني فيها جوج زايد أنها لكو عارفين التضييض يعني لا هدرنا على التضييض فمعنا أنها كي حايد بقعة الدكينة اللي كتكون في البشرة وكتخلي اللون دي البشرة موحد موحد مهم بالنسبة لها الكليانة هذي اللي خدعتو عندها شوية دي منمشو شوية دي كنفلوجه وخدتها قررت باش أنها تاخدها وأخيرا زايد أنها يعني من كثرة ما كتخرج كتمشي للخدمة ديالها الأخ كتدير الحماية إلا أن البشرة ديالها يوميا يوميا ولا اللي 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 يراف البشرة وطبق قررت ألا أنها تاخد هذه وانصحتها بهذه زايد أنها شوية تجاعد وهذه هي اللي غادي تليق ليك تليق ليك عفوا بالنسبة للسيروم غادي نعطيكم العرض اللي رغم دايرين في السيرومات كأن هاد شهر ربعة هاد السيروم هاد اللي دايرينه صراحة ما كيتغير ش تمان دياله ربعة ولا كتالوب فأي كتالوب ما كيتغير تمان ديالهم المهم ها هو كما شدوا هاد السيرومات هاد وكل واحد على حساب السين يديو كان 20 عام فما فوق 25 عام فما فوق 35 عام فما فوق وزايدين الربعين وخمسين مهم ها هنا ها ها رغم نستهدفو هاد هانتو كما كتشوفو مركز مفتح البشرة يحفز تفتيح البشرة والثمن دياله كما شدوا هانتو مصيرو ما ديال الإيكولاجين ديال هاد راه داير 28 عشرين 20 وخمسة وثمانين درهم دين وخطو ثمانين درهم كما شدوا يعني هاد ها كينين كينين اخرين زيما موجود موجود الروتينية ديال العناية بالبشرة موجودة عند أوريفلام عما بالنسبة لطريقة الاستعمال ديالها فأول حاجة كنستعملوا الجين منظيف الأغلبية ديالكم عارف طريقة الطريقة يعني جين منظيف اللي غادي تنضفو بالماء يعني كتديرو شوية مع الماء كيتنضفو به البشرة كتحكو بحركات دائرية باش كتحيدو كامل الشوائب اللي كين في البشرة كذلك مين كتسالي وكتتغسل وجوهكم بالماء صافي كتسالي منظيف كتنشفو وجوهكم بفوطة خاصة بالبشرة كتجي وكتديرو الكريمة ديال تحت العينين اي كريمة ديال تحت العينين ضروري 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 البنات تديرو حركات دائرية تديرو تحت العينين ان فا تديرو الكريمة ديما ديرو بحال اللي تخلو ذيك البل Reach to come يعني الطبطبة هي هكا يعني كتديرو هكا طبطبة هكا آآ لكلت العينين مهم كريمة ديال تحت العينين وشوية فوق العينين باش كتشد البشرة وكيتحايد الانتفاق وكيتحايد الهالات السوداء مهم من مورة هاد الكريمة كنديرو كندبقو الصيروم الصيروم لي كيحفز يحفز البشرة لاستقبال الكريمة ديال الليل او كريم النهار الصيروم كتديرو غيشي شوية كتديرو على البشرة ديالكم صراحة السيرومات كيعجبوني السيرومات الصراحة السيرومات شي حاجة وهي واعرة يستعملوا مرة في سيمانة لانه هكذا دغية مش مشكلة لاستعملته مرة في السيمانة ولا درتوه تحت الما風ات ويرتطبطو به سيروم نصر حاجة طب زيما الصراحة من كديرو كتديرو الكريمة ديال النهار الي كل نفي النهار كتطبقو الكريمة دي النهار وإلا كنا بالليل كنتطبقو هاد شي كامل وكان مشي كامل من غير هاتي كنديرو كريمة دي الليل هادي هي طريقة اللي استعمال دي لها في خمس دقائق كتكونوا استعملتو هاي كان بزاف اللي كيشوف هاد اللي بروضوي هاكي كيقول لك ايوه أنا ما نقدرش نبقى أنا اغسل وجهي ودير هاد شي كامل و الوقت والو هاتي خمس دقائق ما توصلش تسكنوا سليتو هاد الحويجة هادو كاتمشي وتدخلوا لدوج دي لكم لها كتغسلوا وجه دي لكم طبيعة الحالة لها ضروري تغسلوا وجه سواء بالليل و مع الصبح ضروري هادك من الضروريات كتطبقو دغية كريمة ها تتفتف ها تومى ها مشنو كتطبقو يا إما هاكا يا إما كيتطبق هاكا فانصح أي سيدة أي امرأة أي بنت تعتني بالبشرة دي لها وبالإضافة أنها اللي اعطينا بالبشرة دي لها بالكريمات أنا دي ما كنتصح بلكريمات لأنه أنا الصراحة الوصفة الطبيعية ما كيصدقوا ليش ما كيعطيوني بو نتيجة أنا الصراحة تلاقيت راحتي وتلاقيت نتائج ديال يعني البشرة ديالي والتي مزينة بلي بخضوية ديال أوريفلام أنا أنتم شاء نقولها وبكل ثقة يعني اللي بخضوية ديال أوريفلام زي ما الصراحة تلاقيت عليهم النتائج وتلاقيت عليهم العلاجات اللي ما أعطاهم ليش حتى الطبيب اللي مشيت عنده ما قدرش يحلي المشاكين اللي كانوا عندي في البشرة ديالي وبفضل هال منتوجة ديال أوريفلام صراحة كانت جيب اللي كتليق البشرة ديالي وخا كريمة كتكون خيصة إلا جبتها كتناس البشرة ديالي را كتعطيني نتيجة كتعطيني نتيجة يعني من مداومة الطبيعة الحارة كتعطيني النتائج هاد المجموعة سيمانا لولا كتبديت بدا النتائج وكتظهر الواحد ما يقنطش بالإضافة إلى أن هاد الروتينيات ننصحكم دائما تشربوا الماء الماء داروري شربوا الماء بزاف يوميا تشربوا واحد المقدار ديال الموخة كثير ماشي مشكلة لأن الماء راهم مزيان للصحة والبشرة كيعاون كوان إذا ما استرح الماء كيعاون زائد أن دكشي ديالصهار ودكشي بزاف ديالعواميل كي يطروا على البشرة القالاق والهرمون ديالنا كي مشتوا كيتبدلوا فضروري الواحد يعتاني بالبشرة دياله ويحافظ عليها لأن نحن عنا الوجه هو كل شي الجسم ديال المرأة هو كل شي البشرة أو الجسم أو شي حاجان مهم مهم الجسم ديال إنسان داروري بإعطاء هاد الأمانة هاد يخصص يحافظ عليها بكل مقاييس المهم تمنى أن الفيديوين اللي إعجاب ديالكم وما تنسونيش بجيم وتعليق وشاركوا الفيديو للصحاباتكم وحبابكم باش يستفدوا وحتى هما تقبوا نوع عندي وفعلوا الجرس ومرحبا بكم ومرحبا بالناس الجداد اللي ينضفوا للقناة ديالي ومتمنى لأي واحد توفيق في الحياة دياله ولي عندها شي سؤال ولا شي استفسار على شي مشكل في البشرة ديالها ما عليها إلا الدين لي في تعليق وأنا إن شاء الله غاضي نهضر لها على ذك الشي ديال اللي عندها والحل ديال المشكل اللي عندها في البشرة ديالي دمتم في رعاية الله